هسا وصلنا للST Elevation بالAVR طبعا الAVR احنا قلنا هو الليد الوحيد اللي يكون negative زيان يعني totally negative يكون الAVR totally negative وقلنا انه هو ممكن يكون positive بالDextracardia او بالwrong connection زيان اذا شفنا ST Elevation طبعا هاي ST Elevation بالAVR يعني شي موسهل شي خطر Red Flag احنا هذا الAVR ST Elevation يعمى تكون بسبب هو هسا هذا AVR او اي ليد طبعا اي ليد بالهارت بس حسنا نحكي على AVR اي ليد يصير بي ST Elevation لو معناته صار ST Elevation ام اي بالجزء اللي يصوره الليد يعني مثلا هذا شي صور حنا الAVR مو قلنا تقريبا هو الAVR هنا موجود يمنى وفوق يصور هذا الجزء تقريبا يصور جزء من الRight ventricle والRight Atrium وجزء من الInterventricular Septem هنا هذا يصور الAVR فإذا صار ST Elevation بالAVR يجوز هنا صار بالباسال بالباسال ятно للباسال الترفoop انتر سيبتم سيبتم انفاركشن زيان وممكن بالرائت هم يعني لو صار هذا الاستي إليفاشن بسبب اما اي او انفاركشن بالجزء اللي يصوره هذا الليد الـ AVR مثلا بال انترونتركلار سيبتم او بالجزء من الرايد فانتركل اللي يصوره هو فصار استي إليفاشن بالـ AVR لو هذا احتمال احتمال الثاني انه لا هذا الاستي إليفاشن بالـ AVR هو ريسابركل تشينج احنا قلنا الـ ECG بشغلة يسموها الريسابركل تشينج ريسابركل تشينج شنو هذا الريسابركل تشينج يعني فهد ليد يصير بي إليفاشن ليد ثاني يقابله كهربائيا يصير بي ديبراشن فممكن هذا احنا الاستي إليفاشن بالـ AVR هو مو بسبب أم آي للجزء اللي صوره الـ AVR ممكن هو بسبب استي ديبراشن بغير مكان فالليد ثاني صار استي ديبراشن وانعكس هذا على الـ AVR باستي إليفاشن إذن شغلتي لو استي ديبراشن بباقي الليدات وانعكستلي هاي السالفة باستي إليفاشن بالـ AVR لأن احنا قلنا بالـ ECG الجزء اللي يصير بي ديبراشن بغير مكان يطلع إليفاشن هاي سمو الـ Receptical لو لا هو فعلا صارت M-I بالجزء اللي صوره الـ AVR AVR يصور جزء من الحارت صار بـ M-I صار استي إليفاشن زين فعلى هذا على ضوء هذا الاساس زين راح شنشوف إنه الـ AVR ممكن يكون إليفيتد استي إليفاشن شوكت بالـ Left main stem أو confusion الـ Left main stem الـ Left coronary artery إذا صار بـ Oclusion بس مو Total Sub-Total Sub-Total Oclusion هاي كلش مهمة لأنه قدت الـ Left main stem الـ Left coronary artery إذا صار Total Oclusion هذا الشخص Dead يعني Dead يعني حرفيا ما تلحق عليه أصلا الـ Left main stem إذا NSAID ما تلحق عليه يعني ما ممكن يتلحق عليه أبو الـ Left main stem لا تسوي لـ ECG ولا حالين يموت يعني Left coronary artery إذا Totally Ocluded لكن إذا Sub-Total Oclusion Sub-Total Oclusion وهذا إحنا قلنا Sub-Total ينطيني شنو شنو ينطي ST Depression مو Sub-Total Oclusion اللي يسوي لك Non-Stimmy اللي يسوي لك Unstable Angina اللي يطين ST Depression لأن قلنا إحنا ما ما Left main stem إذا صار بـ Total Oclusion الشخص مات ومتلح قال لي فإحنا نأخذ الشياء الـ Clinical اللي يعني شخص إجائك عايش ودس سوي له ECG Sub-Total Oclusion في Left main stem من Left coronary artery من يصير Sub-Total Oclusion يعني مو Oclusion كامل يطي Unstable Angina أو Non-Stimmy يطي ST Depression نحن قلنا Unstable ون-Stimmy تطي ST Depression فهذا Left main stem رح يطيني Wide spread ST Depression وهذا Wide spread ST Depression باقي الليدات من أشوفها بال-AVR رح أشوفها الإكاس ماتة اللي هو ST Elevation لذلك ST Elevation بال-AVR ممكن نشوفها بال-Left main stem Oclusion نفس الشي ينطبق إذا Approximal LAD Left anterior Descending Artery Left anterior Descending Artery هذا صار لأوكلوجين Left anterior Descending Oclusion قريب من Left main stem مثل هذا هنا صار لأوكلوجين مثل Proximal همينة ممكن نفس الشي هم رح يطي Wide spread ST Depression وهذا Wide spread ST Depression رح تنعكس لي على شكل ST Elevation وين تنعكس على شكل ST Elevation بال-AVR زين Proximal LAD Oclusion في بعض الأحيان Proximal LAD Oclusion بشغلتين هم ها أكون شيء طبعا أنا نضيفها يعني هي ما مطلوبة بس هنها تنفع هنا هنا طبعا أنا هذا اللاد Left anterior descending أول artery مات مو هنه يطي إذا تذكرون يطي septal perforator ويطي diagonal أول septal perforator اللي هو هذا يسموه S1 artery first septal هذا اللي يغذي base of interventricular sept إذا صار الأوكلوجين بال left anterior descending proximal للS1 يعني هنا مثلا يعني شا توقع الinterventricular septum مش بي رحم انفاركت يصير لأن proximal إلا صار أوكلوجين وبالتالي يطيني هنا ST elevation AVR لا اللي هي true اللي هي فعلا صار MI صار MI وطتني ST elevation بالAVR إذا لا والله distal إذا هذا intact بق S1 intact intact ما بي شي والأوكلوجين هنا صار distal إلي الأس ما بي شي يعني AVR ما رح تصير بها true ST elevation بس هاي مثلا صار هنا أوكلوجين صار white spread ST depression هاي المنطقة كلها مثلا نتأثرت white spread ST depression ST depression حدي عقد نفسي إذا عشان distal لا رح يطي ST depression بالبقية فينطيني ST elevation بالAVR كإنعكاس كإنعكاس فالبرو هاي بس إت تقدر تفسر هشون اللفت مانست white spread ST depression وهذا white spread ST depression إنعكاس بST elevation بالAVI أو trouble visal disease شخص عد trouble visal يعني left circumference artery posterior والlateral والإنفيرير هم يعني شنو دولة إذا صار بيهم triple visal ثلاثتهم بيهم في subtotal occlusion diffuse sub-endocardial ischemia تنعكاس بST depression واللي تطي ST elevation بالAVR كإنعكاس إله oxygen supply demand mismatch following resuscitation من cardiac arrest شخص عد sub-endocardial ischemia مثلا بسبب هي هذني sub-total occlusion of left main stem الأكسجين قليل زين والدمان ده ما يلحق فأنتاني تسبرد ST depression بس بالAVR ST elevation والright bundle branch block ليش right bundle branch block هم ممكن يضطي ST elevation لأنه هذا artery اللي هس قبل شوية حتي هنا S1 artery S1 artery هذا شي غذي مو غذي interventricular septum الbranch branches هذا interventricular septum فالright bundle branch هم ممكن involved في right bundle branch block الاعتبار هي المنطقة هاي شنو يصورها AVR صح لو لا فإذا صار بها infarction إذا صار بها المنطقة infarction l-AVR ST elevated والbundle صار بي block right bundle branch block وST elevation بالAVR زين ذه ليش الright bundle branch block ممكن يصير ويا ST elevation بالAVR لأنه يجوز infarction بال interventricular septum بال basal part of interventricular septum صار infarction فصار bundle branch block وهاي infarction من يصورها l-AVR فصار ST elevation بالAVR زين هاي فهمناه هاي هاي أمثلي هاي شخص قدي left main stem occlusion شون عرفني left main stem راح نشوف اكو wide تشين اول شي باوعت ECG من شفت l-AVR شفت ST elevation ST elevation دتلاحظون هذا midline هذا midline والST elevated ST هنا elevation ات شفت ST elevation بالAVR قلت هاي red flag sign دورت ات هسه شكيت ممكن عنده left main stem occlusion ممكن عنده proximal lad occlusion ممكن trouble visal disease وعدك خيارات طبعا هذا definitive حتى اعرف انا من ال ST elevation AVR راح يصير ردي اكثر من احتمال left main stem occlusion proximal light turbo visal disease الانجيوغرافي هي اللي تحلها طبعا الانجيوغرافي يلا اعرف يا هو بالضبط من دول بس اتشفت AVR شفت ويا wide spread ST depression رحت لل lead 1 شفت ST depression دا تلاحظون ST depression هذا midline هي جو midline هذا midline هي جو ST depression رحت لل lead 2 ST depression زين رحت لل AVR ST depression هنا نشوف كلها ST depression بعد وين رحت V3 ST depression V6 همين هاي كلها ST depression زين V4 هم ST depression هنا اذا تلاحظون هم اكو ST depression V5 همين ايه وهذا الR هاي كل ST depression هذا ST depression wide spread ST depression فهذا wide spread ST depression وين AVR elevation تفكر هاي جوز left main stem occlusion اذا تلاحظون وعدة تاكيكاردية طبعا هاي هاي تدعم من عندك تاكيكاردية يعني انت فعلا عندك في شنو اكو في stress stressful condition بال heart تتسوي التاكيكاردية مثل انه ممكن اكو اسكيمة يعني تدعم هاي التاكيكاردية شون عرف ان تاكيكاردية تقدر تحسب تحسب heart rate ما بين R والشوف wide spread ST depression شوف V4 V6 lead 1 lead 2 AVL كل ST depression و ST elevation بال AVR وب V1 هم اذا تلاحظون رح نشوفون اكو مناطق ST elevation high reciprocal change تشوفون انه AVR ST elevation و lead 1 هم انا شوية اكو ST elevation هذا midline هي صعدة فوق المidline على اعتبار V1 هم يصور الانتر ventricular septum فال AVR وال V1 ثيناتهم شوية صعرين لل right اذا تتذكرون ملاحظاتني هنا ثيناتهم وال AVR وال V1 ثيناتهم ترى شوية لل right شوفوا to the right شوية صعري والثيناتهم يصورون ال intervention فنشوف ST elevation به هن ثينات ك reciprocal change للبقية وبعد يهو شوية رايح لل right lead 3 لذلك لذلك 3 هم شوية ب ST elevation لذلك تلاعظون مثل هذا baseline اكو شوية ST elevation لعن lead 3 ترى هم معنى lead 3 هذا lead 3 هذا lead 3 هم شوية لل right رايح فالذن اللي رايحات لل right AVR V1 و lead 3 عاكسا البقية فالبقية كلهم صار بيهن ST depression لو لك reciprocal change صار ST elevation فإذن يقول لك this patient elderly gentleman اجا chest pain و cardiogenic shock عنده اجا شوك ليش لان left main stem صار ب subtotal occlusion cardiogenic بسبب الشوك صار التachycardia كتعويض هي هذا brief episode of ventricular fibrillation حتى صار بس هنا ما بيين سوو لي DC shock being transferred to the cath lab table رح يسو لي angiography شوف بالانجيوغرافي تأكده اللي هو left main stem هاني هسا عن طريق هذا ECG هل اقدر هساني عن طريق هذا ECG شفت AVR ST elevation White spread ST depression شكيت هذا left main stem proximal severe triple visal disease شون اتأكد ياه ومنعدهم انجيوغرافي بالانجيوغرافي عرفنا انه عنده left main stem occlusion but subtotal هذا هم ST elevation بالAVR اذا تلاحظون هذا ST elevation طبعا المورفولوجي ما لاتها تختلف مو نفس الشكل بس هي ST elevation حتى V1 ST elevation قلنا ذول يسوى مرات يصيرون او هذا V1 ST elevation اذا تلاحظون اكو ST elevation زين White spread ST depression wide spread ST depression اذا تلاحظون مثلا حتى الان حتى lead 3 ب ST depression حتى lead 3 يعني هنا ما انعكس الريس ليش يجوز معناته هذا الانفيريار وال هم ب اسكيمية والليد 3 مو هو يصور الانفيريار فالانفيريار وال هم ب اسكيمية فال ST depression بينت هنا حتى بالليد 3 شوفوا تلاحظون تقريبا V3 الى V6 من V3 V3 high V6 V4 V5 V6 كلها ST depression lead 3 AVF lead 1 lead 2 يعني wide spread ST depression اذا تقلب بالECG wide spread لقين ST elevation بس AVR و V1 فهذا هم شكينه سوينا انجيوغرافي اللي قيل approximately lead occlusion this patient had a severe left lead thrombus osteo thrombus closed هذا قريب من main stem قريب من main stem لذلك حتى lead 3 طلع BST depression يعني كل شو wide spread زي بعد هسه هذا فهمنا احنا هذا نفس الشي ST elevation بالAVR بالV1 زين ST elevation AVR and V1 of similar magnitude متشابهين بالAVR وV1 وST depression in multiple leads تدور على باقي lead V5 V6 لاحظوا اكو ST depression ST depression 1 و 2 هذا 1 واضح لST depression 2 واضح لST التقارن ويه الميدلين هذا الميدلين جوه زين AVL نوعا ما ما واضح بس هم اكو هذا اكو زين هذا بعد شنوية l-AVR اوكي اكو ST elevation l-V1 ST elevation بعد شكو شفنا V2 هم ST elevation زي دا تلاحظون V2 هم ST elevation V3 هم ST elevation هنا انا من شفت ويا l-AVR اكو ST elevation هنا معناته هذا شنو عنده يجوز ويا عنده عنده صار true MI بهاي المنطقة مو عدي 2 type شون افرق انه هاي ال-ST elevation هي receptacle change لو true MI اكو شالة ثانية ال-receptacle اللي هي انعكاس مجرد انعكاس ال-ST depression ما وياها Q wave ما كو ويف اللي DBQ ما كو DBQ لانها بس انعكاس ما كو DBQ بس اللي true MI تطين الفيشورز ما اللي true MI اللي هي DBQ ال-ST elevation مو وال-T inversion فهذا اذا نلاحظ V1 عنده DBQ DBQ هنا و-ST elevation زين اكو DBQ هنا هم V3 يعني تقريبا هم DBQ هذا DBQ عنده اذا معناته هذا ما دام ال-ST elevation هنا V1 V2 V3 اللي هي anteroceptal و-1 DBQ اذا هاي true MI اكو anteroceptal MI هنا بالاضافة الى wide spread ST depression اذا لقيني بجزء من ليدات الحارت MI مثلا anterior MI انتير وباقي الليدات wide spread ST depression فهذا عنده multivisal disease ممكن عنده multivisal disease زين multivisal disease زين في هاي كلها تساعد نم فاذا لقيت DBQ هاي ممكن true MI true ST elevation am طبعا هنا هسا AVR هو reciprocal change اكو اكو R wave صغيرة اكو R wave اكو R wave بس ممكن شو عضح الصورة فمعناته يعني شنو موجود ال R ما موجود ال Q فالAVR هو شنو هو ST reciprocal change بالAVR بس البقية لا true DBQ زين ويا هن DBQ البقية فمعناته هي فعلا true ST elevation والAVR هو reciprocal change بس ممكن ممكن هو مو enteroseptal ممكن حتى AVR involved لأنه يغذي septum فهو قلنا ممكن يكون هو اصلا involved فهنا ما واضح AVR ما واضح بس R ولو صغيرة حتى R صغيرة بعد ما كو إذا لقيت R ارتفاع بالبداية يعني R هي positive والQ هي negative إذا لقيت ارتفاع R يعني حتى لو وراها negative بعد ما كو معناته ما كو إذا لقيت positive R يعني ما كو الQ تسبق R لازم إذا لقيت R بالبداية إذن ما كو يعني اللي أريد أوصله إنه إذا fed lead ما B DBQ و B ST elevation ممكن يكون هذا reciprocal ممكن يكون reciprocal زي ممكن يكون reciprocal حتى يساعدني إنه أفرق زي حتى ما تتعقدون حتى ما صارت معقدة هذا إنت شفت ECG لقيت AVR ST elevation دورت لقيت Watt spread ST depression من دورت بالV1 وV2 لقيت ST elevation V1 V2 V3 وياها DBQ ما دام DBQ ST elevation يعني ما معقولة يكون reciprocal change لأن reciprocal change ما يصير وياها DBQ هاي الفكرة معناته إذن شندوا على V1 وV2 V3 ما دام وياها DBQ هذا مو reciprocal change إذن هناش صار ST AMI وهذا عنده visual disease أو multi visual لأنه مناطق ST elevation ومناطق ST depression يعني أكو white spread ischemia زيلا وبعد شغلة هاي لا تنسوها أنه حتى تعرف أنه هذا الليد بي DBQ لو ما بي باوع هس هان هناش شفت هذا DBQ هاي DBQ بس إذا شفت هيج أكو R صغيرة وبعدين negative هاي مو DBQ هاي صارت R بS هاي R بS هاي حتى تفرقون يعني واحد من يقرأ l-ECG هاي DBQ لو لا لازم هيج يشوف إذا لقى بالبداية positive بعدين negative صارت R بS إذا لقى لا مثل هاي negative بالبداية إذن هاي Q وراها هاي هيج معلومة إضافية لحد يدوخ نفسه بها زين فهذا عرفتها منها هاذ شعند هاذ شعند واضح V2 ST elevation كلش واضح هاذا ST elevation كلش واضح زين هس مثلا هنا هاذا V2 أكو DBQ لو لا أكو DBQ بس مثلا V3 ما بي DBQ هست تصح دش شوف هاذا كلش negative بس هاي مو Q wave ليش لأن أكو positive صغيرة أكو positive صغيرة بس أكو ST elevation اي أكو أكو ST elevation هنا بالV2 بالV3 بالV1 أكو ST elevation هنا هس هاذا همين أكو نوع من ST elevation بالV4 أكو زين وهاي الhyber acute T wave إذا تذكروا وهاي الhyber acute T wave hyper acute T wave مزيد بس هس V4 مثلا الV4 ما بي DBQ صح دي شوف هاي negative بس هاي negative مو Q مادام أكو يسبق هاي positive R إذن هاي تعتبر R بس لأنه قلنا هي QR صح فإذا شفت R اللي وراها هاي الS يعني R هاي S يعني هذا DBQ بهذا ECG وين موجودة إذا R دعرف دي بكيو بهذا ECG وين موجودة موجودة كل واضح في V2 لأنه فلات بعدين negative هاي DBQ إذن V2 بيها DBQ وST elevation V1 همين أعتقد موجودة يعني هاي ما واضح كل شي الصورة بس هاي DBQ موجودة وST elevation إذن V1 وV2 أكو ST elevation V3 أكو ST elevation V4 أكو ST elevation البقية يعني مو كل واضحات فيعني هذا شنو V1 للV4 V1 للV4 شا الصور من الهارد انتيرر إذن هذا عنده am I anterior am I هذا كل شو واضح الباتن قلنا هاي الصورة ما شون شي ذكر الحجر ما القبر tombstone tombstone appearance شوف هذا tombstone appearance اللي هو شون القبر هذا extensive عده احنا قلنا tombstone تصير بالextensive anterior am I V1 V2 V3 V4 كلها involved V5 V6 كلها involved حتى lead 1 نوعا ما حتى AVL يعني هذا anterior lateral يعني anterior والlateral مضروبات إذا تلاحظون anterior والlateral مضروبات الانتيرر كلها من V1 للV6 زين وياها lead 1 وAVL بها هذا الappearance فالانتيرر والlateral يعني extensive anterior أو anterior lateral اللي هو tombstone pattern يعني هذا الlad مضروب على الأكثر الlad هو المضروب اللي يغذ الانتيرر والlateral زين نشوف مثلا lead 3 لا BST depression reciprocal هذا reciprocal change AVF reciprocal change زين فهذا عنده massive ST elevation tombstone morphology throughout the precordial من V1 إلى V6 والhigh lateral يعني anterior lateral أو extensive مرات يسميه anterior lateral am I مرات يسميه extensive anterior am I نفسه من تقرأ extensive anterior am I هي نفسه anterior lateral am I يعني anterior leads V1 للV6 مضروبات وياها lead 1 والAVL هم مضروب زين هذا نفس الشي يعني إذا تلاحظون هم ST elevation V2 V3 كلش واضح V4 كلش واضح V5 V6 نوعا ما حتى lead 1 شوية يعني ST elevation بالV1 V6 plus L1 عن AVL أكثر شي بالV2 بالV4 هذا عنده نافت شي خطر تشوفون هاي هاي الWave هسه خلصت هاي 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 الBeats خلصت اجت وحدة رأسا طبقت عليها من lead تطبق على lead هي سموها R on T phenomenon R on T phenomenon هاي الR on T phenomenon يعني R مع هاي الWave الR مع هاي الWave اجت طبقة T مع هاي الWave هاي R on T phenomenon ممكن تسوي لك في serious arythmia تسوي ventricular fibrillation تسوي في arythmia يسموها dorsal depoint أو هاي شي فهاي خطر إذن massive ST elevation occur reciprocal change وين نلقي بالlead 3 من ذولة عادة من ذولة involved بST elevation هذا يصير بST depression lead 3 وAVF ك reciprocal change V1 وV2 هاي واضح لQ wave واضح لQ wave كل جدي بQ بالlead 1 lead 2 زي هاي باع هاي هاي هنا flatline ش عندي flatline وقبل negative إذن هاي Q فعلا هاي DBQ فعلا بينما lead 3 ما اعتبر هاي شوف هاي قال Q wave بس V1 وV2 لان lead 3 شوف اش اكو اكو شوية ارتفاع positive يعني اكو R RS إذن هاي مو Q هاي negative هي ليست Q الQ موجود بالV1 وبالV2 زي reduce R wave height a Q wave equivalent in V3 and V4 الR height مالتها قليلة كلش ضعيفة شوفوها الR هنا بالV3 وV4 كلش صغيرة معناتها معناتها هاي من تكون الR هي reduced وضعيفة يعني يعني الVoltage كلش ضعيفة يعني صغير شنو هنا infarction فيقول لك ان هاي reduced R height هي equivalent للي Q يعني كأنه هي كأنه هو صح ما صار هس V3 وV4 ما صار دي بQ لان اكو R بس هاي الR reduced ضعيفة يعني همينا infarction يعني كأنه صار الQ ويف كأنه صار دي بQ او صار الQ ويف على اعتبار انه R ويف هي equivalent للك يعني فعلا صار infarction يعني هاي احنا مو قلنا اذا تتذكرون واحدة اكو اشياء non cardinal ECG changes مثل reduced R progression فمن تلقى بالV3 بالV4 R ضعيفة المفروض R شبيرة هنا بس تلقى ها ضعيفة يعني فعلا صار infarction بس true Q ويف وين لقين اها V2 وV1 بس اكو ST elevation في ST elevation anterior extensive anterior او anterior lateral وقلنا اكو هاي الR on T فنومن هناني هاي ليش اجت هاي طبقت عليها هاي premature بيت premature ventricular complex يسمو يعني في بيت اجت premature قبل موعدها المحدد وطبقت علي ذيك سوت لي R on T phenomenon ممكن شنو تقلب باريثمية R on T phenomenon at the end this put the patient at risk of malignant ventricular arythmia يعني فداريثمية خطرة ventricular fibrillation وغيره سي رس رس عرفنا بات شنو هادش عندهم extensive anterior lateral نفس هم مين اذا تلاحظون V2 V3 هم ST elevation V4 هم ST elevation V5 V6 كلها ST elevation وياها lead 1 وياها AVL وذولش بهم lead 3 وAVF reciprocal change reciprocal ST depression هنا اذا ST elevation هناك وهنا reciprocal فهذا هم extensive او نسميه anterior lateral extensive anterior lateral استمي ST elevation بذوله وreceptical ST depression بالبقية مزين هادش عندي هادش 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 اجانة normal هاد بالهيستري جاك normal سويت ال ECG يعني مثلا اردى سوي لعملية فلازم اسوي لECG شاكتش فتعد عنده مثلا عنده DBQ شوف لقينه V1 V2 V3 DBQ كلش DBQ كلش DBQ زين فهذا ماكو غير changes مجرد DBQ يعني زين مجرد DBQ فإن تسوي ECG الشخص وبس تلقي DBQ ماكو ST elevation إذا تلاحظون ماكو ST elevation يعني ها تقريبا هذا المورفولوجي بالمناسب هاي المورفولوجي من تكون هاي من تكون هاي من تكون هاي تدفيوز بهالطريقة هاي سموها ventricular aneurysm aneurysm morphology مرات إذا شخص صار عند MI ورا فترة ورا أكثر من اسبوع سويت لها ECG ولقيت المورفولوجي هي كمال ST هاي ممكن يسموها ventricular aneurysm morphology ممكن يكون عند ventricular aneurysm سوي لها chest x-ray بعدين رح ناخذه سوي لها chest x-ray تتأكد أنه فعلا هذا فعلا عند ventricular aneurysm بس الفكرة أنه هذا الشخص من يجيك شون تعرف أنه عند prior أو old MI شون تعرف أنه الشخص عند old MI إذا جاك بس DBQ فقط DBQ لا ST elevation لا T inversion ممكن ف من يجيك به الطريقة بس DBQ ممكن تقول عليه أنه old MI بس هذا صراحة عند هذا المorphology ما ventricular aneurysm يعني هذا عند مو old MI old نقول prior قبل سبوع ممكن هذا عند prior MI قبل سبوع و DBQ موجودة DBQ موجودة إذا تلاحظوها و شوية هاي المorphology هاي المorphology سموه ventricular aneurysm هذا يجوز عند prior MI قبل سبوع وهس صار عند ventricular aneurysm فإذا تلاحظ DBQ بال V1 إلى V2 من V1 إلى V3 هذا ولي DBQ عدو و mark reduced r wave r wave كلش ضعيفة هنا موجودة بس كلش ضعيفة هاي شوفوها زين و residual st elevation هي هاي هاي يسموها residual st elevation شغلة ال old MI اللي حتشيتها ما لكم علاقة ال old MI بغير حالات ال old MI تسوي لأ ECG كل شي normal بس ST elevation within days تروح within days إذا persistent بقت ST elevation مثل هذا هذا عندك ST elevation بس بها typical morphology هاي هاي سموها residual ST elevation هاي 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 سويتلي ورأسبوع مثلا المفروض ST elevation رايحة بس بقت عندي بقت عندها residual ST elevation شكيت إذا بقت شخص عندي persistent أو residual ST elevation after more than one week فهذا suspect ventricular aneurism اللي هو هذا رح ناخده بالأكس راي نعرف واضح إذن لأن ST elevation مفروض تروح خلال days إذا بقت persistent residual أكثر من أسبوع فتشك إنه عنده ventricular aneurism T wave تلاحظ biphasic and inverted T wave biphasic or inverted biphasic or inverted زين poor R progression الR wave هيت أقل من 3 مليمتر بالV3 زين poor R progression بالV4 يعني تشوف poor R progression قلنا واحدة من non cardinal signs بالECG يعني تلقي شوف الV4 ترى أكو R wave بس كلش صغيرة يعني poor progression حتى بالV5 صغيرة المفروض هي شبيرة يعني هاي poor progression abnormal Q and T inversions bleed و av حتى lead 1 هذا عنده interolateral فحتى lead 1 إذا تلاحظون أكو شوية هنا Q أكو هنا Q Z T inversion يعني أكو changes هذا عنده interolateral interolateral changes فأنا براير infarction بالانتيرolateral wall with ventricular aneurysm زين شون عرفنا أكو residual ST elevation residual ST elevation بها high morphology و DBQ فهذا عنده براير am high with residual ST elevation interolateral هذا هذا interolateral شون عرفنا V1 AQUA ST elevation V2 AQUA ST elevation V3 V4 V5 V6 و lead 1 و AVL إذن interolateral lateral زين interolateral ST elevation لاحظوا V2 شون DBQ زين كل شواث هنا هذا interolateral with reciprocal changes بال inferior lead هذا نفس ST elevation بال V2 ST elevation بال V1 بال V3 زين يعني بذ دولة تقريبا وياها شنو وياها lead وين ويف V1 إذن هم anterior lateral و reciprocal change وين أنا قلنا ذو دائما reciprocal وين لقى ST depression in AQUAS بال lead 3 بال AVF بال inferior leads هذا عدة عدة كل شواضع ST elevation هنا كل شواضع بال V3 زين يعني هنا شوية بال V1 هم أكو زين هم أكو لكن V5 V6 ما بين شي يعني ماكو ST elevation lead 1 ما بي شي AVL ما بي ST elevation إذا بس V1 V2 V3 شوية من V4 يعني هذا شنسمي anterior سبتر مو anterior العطر anterior سبتر لما هذا شعند هذا هذا فت كل شي interesting هذا شعند إذا تلاحظ V1 ST elevation V2 أيضا ST elevation V3 ST elevation كل واضح هاي شوفوا ST elevation ST elevation كل الشي فوق midline فوق line هنا نهم ST elevation هنا إذا تلاحظون أكو ST elevation تقريبا ST elevation زين ومو بس ST elevation هاي T wave إذا تذكروها قلنا اللي تكون هين شي asymmetrical هاي شي يسموها hyper acute ST elevation وhyber acute T wave فهذا شعند هسه anterior هسه هاد عندي anterior من V1 V1 V2 V3 V4 شوية من V5 يعني anterior خلي نقول lead 1 و AV all ما بين شي يعني اكثر شي anterior عند anterior am i اوكي اذا تذكرون ان ذول جماعة anterior am i recebrical change والST depression وين نلقاها بال inferior leads زين رحت لل inferior leads لل lead 3 لقيت ST elevation لقيت AV fm st elevation يعني هاد شعند anterior و inferior am i هذا عند anterior and inferior am زين لان ما كو resebrical change بال lead 3 و AV هو مو المفروض يصير ويا ST depression كانعكاس لا لقيت ST elevation اذا معناه anterior مضروب وال inferior هم مضروب زين هذا ينضرب بحيث anterior يتأذى وال inferior ال left anterior descending ال لاد اكو type من عندي هذا ب 4 types هس رح نشوف ب 4 اكو يغذون مو بس anterior يغذون ال inferior فاذا انضرب ويضطيني anterior inferior اما فاذا تشوف ST elevation بال recording وب inferior lead هكو ST elevation و hyper acute T wave اكثر شي V1 V2 ممكن هاي hyper acute V1 V2 V3 ST elevation هتا شون تعرف عد hyper acute T wave من اكو هي تشي هاد اكو فشي حاد هي حاد و نزلة بعد هاي hyper acute حاد بنزلة هاي ST elevation ويا hyper acute T wave فاكو Q wave مو V1 V2 V3 اكو Q wave اذا تلاحظون Q wave كلش واضح هنا اكو بس من بين هنا اذا تلاحظون اكو حتى بال inferior اكو Q wave DBQ اذا تلقيت ST elevation بال interior وبال inferior اذا هذا interior inferior استمي هذا معناته occlusion بالtype 3 or type 4 لاد يسموه wrap around لاد يعني اللاد اللي يفتر يلتف اللاد هذا اكو types of لاد هس اغلبة اللي هنا وينتهي بس اكو type يفتر يفتر each الانفيرير يسوي wrapping wrap around فاذا انظر هم الانتيريار وهم الانفيرير يتعذ يصير interior inferior استمي سنتمنى انه ما جاي دوخكم بال DBQ وشو نعرف هذا ريسبرك احنا قلنا ST elevation بمنطقة صار ST depression بغير منطقة مو هذا ك ريسبرك change بس مرات مو شرط يعني انت من تلقي ST depression بمنطقة مو شرط هذا ريسبرك بالمناسب يجوز هذا ST depression هو اسكيمة بهاي المنطقة انا مو قلنا الاسكيمة تسوي ST depression هاي هم ممكن زيل واذا لقيت ST elevation بمنطقة مو شرط ام اي مو قلنا مرات هي ريسبرك الاسكيمة بغير المنطقة بس هاي ريار التركيز ST elevation هاي على اكثر ام 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 لدي اخو نفسكم بهاي الاسكيمة وغير زين وال avr بس حالات avr تابه لل left main stem وذين قلنا اكثر من type لل لاد زين بس هذا من خلص بعد نكمل لدي type one اللي هو عد يشوف اللاد اكثر من type one من does not supply the apex ما يصل لل apex يعني type one قصير ما يصل لل apex type two يغذي part of the apex شوية من apex زين والباقي يعني هست type one و type two ما يوصلون لل apex يغذون جزء من ال apex من يغذي ال apex إذن الright coronary راح يغذي يعني type one type two type one type two ثواني قصير يكون يعني ما يوصل لل apex أو يغذي جزء من apex شوية من apex أو اللي هنا يوصل والباقي يغذي rise coronary هذا rise coronary يغذي type three و type four لا والله يلتفون ويغذون ال inferior part ما لل heart type three supply the entire apex و type four ال apex وحتى جزء من inferior wall إذن type three و type four يطيني ال wrap around إذن إذا ال gates interior changes و inferior changes suggestive of st elevation هذا interior inferior أما يقول هي wrap around معناة ال lad type three or type four يعني ما أبو شي إن شاء الله راح تخلص عن المحاضرة نكمل ها الفترة جاية إن شاء الله ونبدأ باقي المحاضرات